أهلا وسهلا خير عليكم وسعيد جدا حقيقة بهذه الاستضافة التي جاءت بعد غيبة طويلة يعني الشاشة الحمد لله على سلامتك الله يسلم طب سيد محمد يعني احنا نعرف كرة القدم النجاح يعني انك تحصل على البطولة بالذات اذا كنا نتكلم عن نادي عريق كبير زي الاتحاد هذا يعني ان خسارة البطولة هو اخفاق بغض النظر عن اي ظروف واذا ما ردنا ان نتحدث عن مسئولية الاخفاق ولو حصل في الامتار الاخيرة من الدوري السؤال مين يتحمل المسئولية وليش جميل جميل جدا اصلا البطولة هي بشكل عام ليس لها الا بطل واحد في النهاية اي ان كان متسابقين عليها وكان عددهم يعني في 16-18-24 اي ان كان والاتحاد كان اكثر الفرق المؤهلة يعني بالمعطيات الفنية اللي كان يقدمها طوال الموسم حقيقة في تغير يمكن حتى مفاجئ لكثير من المحبية الاتحاد قبل ان يكون مفاجئ لمنافسي من حيث العمل الإداري العمل الفني اتخذ القرار في الوقت المناسب جودة اللاعبين وتجويد نوعية اللاعبين كان في هذا امكاني الاتحاد فقط البطولة في الامتار الأخير لعددها سببين رئيسيين انا في وجهة نظري ربما كانت هي واحد من اهم الاسباب اللي فقط فيها الاتحاد هذا اللقب رغم من المدة اسابيع طويلة جدا للاتحاد وهم وتسيد هذا المشهد اولها هي فقدان دقة البدلاء حقيقة وهذه لها اسبابها الشيء الآخر اللي هو الفترات التوقف الطويلة والمتكررة هذا من نوعية اللي اصلا على مدى تاريخ الاتحاد دائما تؤثر عليه هذه الفترات التوقف كثيرة لكن هذا لا ينقص من الاتحاد انه كان في عمل جبار عمل إداري كبير عمل فني كبير يعني ما اقول لك ما يؤلم الاتحادين انه يفقد هو في الامتار الأخيرة لانه المميز انه المنافس اللي حصل على اللقب اللي هو فريق الهلال وهذا اصبح ثالث دوري له يمكن على التوالي يملك الأدوات التي لا يملك الاتحاد الاتحاد ممكن ثالث فريق افضلية يعني بعد الهلال وبعد النصر من اي ناحية سواء من ناحية العناصرية ولا من ناحية المادية ومع ذلك استطاع الاتحاد ان يعود الى المنافسة رغم ان هذا الفريق انه واحد يذكر كلنا في 18 موزة 2018 موزة 2019 كان من الفروق اللي كانت مهددة ايضا بالهبوط في هذا الجانب طيب ابو خالد اباس لك على طاري الأدوات انت ذكرت الأدوات وانه الاتحاد لا يوجد لديه دكة بدلة الاتحاد فرضت هذه السنة بسعود عبد الحميد وعبد الله المالكي لاعبين اثنين مميزين لاعبين من منتقب والادارة قادت الى هذا الشيء لا لا فرض لا ليس هناك تفريط هناك خديعة من اللاعبين ما هو تفريط الخديعة من اللاعبين صراحة أنا أقولها وصار يكررها وما زلت يكررها الخديعة خديعة لعبين لا يمكن انك انت تفاوض لعب لمدة سنة وهو كل يوم يماط لك انه أنا بكرة أنا بعد وانا شيء لانا أنا أتكلم فأنا خلينا أتكلمك عن الفقد اللي كان فقد والاتحاد ومع ذلك استمر في المنافسة إلى آخر ثلاث جولات من الدوري أو في الصدارة الدوري يعني انت لما تفقد مثلا واحد زين المال ينتقل لاحب جاء قال لك هذا الإدارة أنا رايح رايح يعني ما عليك ما احترامي لعرضك رايح سعود عبد الحميد خدع أكثر لاعب خدع الاتحادين جميعا من إدارة لعبين جمهور إعلام وانتقل يعني في خديعة لمدة سنة هو يفقض هذا الفريق الاتحادي أكثر لاعب خدع الاتحادي أبو خالد أتكلم قبل الشتوية بس أقول لك عرب وطر أكبر من عرض الهلال عرض الوصلين خمسة سنة ما أدل عرض الهلال الهلال هو مخلص من قبل حتى عرض الاتحاد وصل إلى خمسة ملايين ريال وغير مميزات ثانية أخرى في اللاعب عمره 22 أو 21 سنة مع ذلك ما قبل فيه خلينا بعيد عن مسألة المال وكم راح وراء لكن إنت لما تفقد واحد دعيبة زي سعود ولا زي المالكة وتفقد مثلا زي لاعب مثل الأحمدي في الفترة الشتوية بسبب الإصابة ثم ترجع في الفترة ما بعد الشتوية أنت تتسارع حتى يعني تجيب لاعب وسط بديلة الأحمدي ثم فجأة يصاب حجازي لمدة شهرين ثم فجأة يصاب كراد ولاعب مهم جدا في فريق الاتحاد ومع ذلك أستمر صراحة فريق الاتحاد رغب أنه ما عنده دكة بدلاء حقيقة أنه يستطيع أن يستدرك من السوق المحلي لعبين ذا جودة حقيقة صعبة صعبة أنك تجيب لعب ذا جودة في النهاية أنت سعود ولا المالكي أنا كان في وجهة رضي حتى لما كانوا لعبين أساسيين كانوا لعبين دكة بدلاء جيدين في بعض كثير من المباريات اضطر المدرب أن يلعب بلاعبين غير مركزين العبود يصبح يلعب ظهير أيما أحيانا بسبب بعد موجود ظهير في فريق الاتحاد وهذا خلل كان موجود في فريق الاتحاد فهذه واحدة من العوامل مهمة جدا التي أثرت في فريق الاتحاد عاد موجود دكة بدلاء مقارنة بما موجود في نادي الهلال اللي هو بطن الدوري ولا موجود في نادي النصر مثلا في صاحب المركز الثالث بدلاء محسن من الاتحاد مع ذلك الاتحاد قدم موسم مثالي أنا دام ليس أقول مثالي لأنه مقارنة بموسم نادي المتتاليين كان سيئة أكثر المتفائلين الاتحادين خلال موسم 2018 أو 2019 في ذلك الهزة الاتحادين كان يتوقع عودة الفريق بعد خمسة سنوات لكن عودته هذه السريعة الموسم الماضي المركز الثالث الموسم الحالي ينافس على المركز الأول وفي آخر الأمتار سقط في تعادلات وخسارة حتى مبارات الطائل الأخيرة مثال يعني ثلاثة من اللاعبين مثلا زيرا وما موقع بكارت أصفر الحمد لله وكراد مصابين بحمى بالكاد يلعبون حتى حفظ ما خدم الاتحاد في الأمتار الأخيرة حياك الله ما كان يحتاج نقطة واحدة الاتحاد ألف سلام وكما هارد لك وكل الاتحاديين